في عدن أعلنت مؤسسة الكهرباء عن بدء الخروج التدريجي لعضد من محطات توليد محذرة من أطفاء كلي وأشرت المؤسسة في بلاغ صادر عنها إلى توقف أكثر من 80 ميجا من المحطات العاملة بوقود ديزل جراء نفاده وروهت إلى مناشداتها المتكرر للجهة المعنية بتوفير الوقود إلى أنه بحسب ما ذكرت لم تتلقى أي استجابة حتى هذه اللحظة تسهم في بخاء المحطات بالخدمة اشتركوا في القناة